شح المياه في العراق وما ينتج عنه من أزمات حقيقية بات من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وخصوصا جنوب البلاد في هذا الإطار خرجت تحذيرات من الأمم المتحدة تحذر من خطورة حصول موجات نزوح في البلاد خلال المرحلة المقبلة وقد توقعت وزارة البيئة العراقية نزوح أربعة ملايين شخص خلال السنوات المقبلة معنا الآن من عمان سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق الدكتور فاضل الزعبي مساء الخير دكتور الزعبي مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن مشكلة كبيرة مشكلة مياه في العراق بداية هل هذا يعود لأسباب لها علاقة بدول المنبع منابع دجلة والفرات نتحدث عن تركيا وإيران أم نتحدث عن مشكلة لها علاقة بسوء إدارة المياه في العراق نعم الملف معقد له عدة جوانب الجانب الأساسي فيها قلة الموارد المائية خاصة الموارد المائية السطحية التي تأتي عبر الأنهر من خلال دول الجوار سواء دجلة والفرات أو الأفرع القادمة من إيران هذه القلة أدت إلى عدم وصول المياه اللازمة للزراعة للفلاحين وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية النقطة الأخرى وهذه مهمة جدا عندما تقل كميات المياه الموجودة في النهر والسارية في الأنهر تصبح أيضا نوعية المياه غير صالحة أنت تعلم بأن نسبة الأملاح ونسبة ما يقذف بهذه الأنهار من فضلات سواء صناعية أو استخدامات مدنية هذه النسبة تزيد عندما تقل سريان المياه إذا كان سريان المياه 200 متر مكعب وأصبح فجأة 70 متر مكعب في الثانية فمعنى ذلك أنه نسبة الملوثات تصبح ثلاث أضعاف وبالتالي لا تصبح المياه والدة للزراعة أما المحور الآخر وهو الاعتماد على تقنيات الرية القديمة التي تستهلك وتستوجب كميات هائلة من المياه للزراعة هذا أيضا يجعل العمق المشكلة مؤلم جدا هل هذه المشكلة جديدة نسبيا منذ متى بدأت هذه المشكلة العراق في الماضي لم يكن يعاني الكثير أو على الأقل لم تكن المشكلة بهذا الحجم هل لها علاقة بالأوضاع العامة في العراق بالأوضاع الخدمية بشكل عام ما الذي فاقم هذه المشكلة في الآوينة الأخيرة لهذا الحد؟ بدأت المشكلة بالتفاقم منذ عام 2014 مع احتلال الإرهاب لمحافظات ومساحات شاسعة وتدمير البنية التحتية الأساسية لقنوات الريه اللازمة للزراعة امتدادا إلى بدء دول الجوار بإنقاص الكميات الواردة للعراق سد أليسو في تركيا بدأ الإملاء وهذا الإملاء يستلزم تناقص في كمية المياه أيضا هناك أنهر أخرى قادمة من الجارة إيران أيضا تناقصت فيها المياه إلى درجات كبيرة جدا جدا وهذا يؤثر على وضع المزارعين ونوعية المياه وأيضا مساحات المزروعة وهذا أخطر ما في الموضوع اسمح لي أن أذكر نقطة بسيطة جدا في هذا العام سيتناقص عدد الأراضي ونسبة الأراضي المزروعة 55% رح ينزل 55% فيه دروب 55% الآن الخطة الزراعية للعام القادم لا تتجاوز المليون وسبعمائة دونوم الدونوم ألف متر مكعب مليون وسبعمائة دونوم يزرع منها مليون ومتين دونوم قمح ومتين ألف شعير ومتين ألف خضار إذن النزول 55% في العراق طبقة المزارعين وهم في المناطق الريفية المناطق الريفية ما يقارب 30% من السكان إذا افترضنا بحسبة بسيطة أن عدد سكان العراق هو 30 مليون إذن هناك ما يقارب 9 مليون مزارع تخيل 55% منهم اللي هم رح يصير عددهم 4.5 أو 5 مليون يفقد الماء اللازم والصالح وليس بس الكمية كذلك نوعية المياه إذن هو سوف يهجر أرضه لا أتفق مع ما ذكر في بعض فقرات التقرير بأن النزوح سوف يكون من محافظات إلى محافظات اللي يملك أرض في البصرة مش رح يطلع على الموصل مشان يشتري أرضه هناك ويبدأ يزرع لكن للأسف الشديد الهجرة رح تكون من الريف إلى المدن من الريف إلى المدينة وهذا بصريح العبارة رح يكون هجر للأراضي الزراعية وهجر يعني ازدياد الأراضي الغير صالحة للزراعة وتدور الأراضي والتصحر والعواصف الرملية وغيرها إضافة طبعا إلى الهدف الأساسي هو قلة الإنتاج الزراعي وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي في البلد بشكل كبير مشكلة ضخمة دكتور الزعبي كما هو واضح من حديثك ما الذي تقوم به الحكومة العراقية للتخفيف أو للحد من هذه الأضرار ما الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة الفاو وغيرها لمساعدة الحكومة العراقية على التعامل مع هذه المشكلة بالنسبة للحكومة العراقية تحاول وزارة الموارد المائية تنظيم الحصص المائية وزارة الزراعية المختصة في قطاع المزرعات في العراق تحاول إعادة رسم الخارطة الزراعية إيقاف بعض المحافظين ولكن نحن نتحدث أيضا عن مياه الشرب أليس كذلك دكتور زعبي نعم مياه الشرب هي 25% من المياه الواردة العراق تذهب إلى الاستخدامات المدنية والصناعية و75% للزراعة لذلك المشكلة تظهر بشكل كبير في الزراعة عندما نتحدث عن مياه الشرب ممكن محطات التصفية التي تنوي الحكومة القيام بها أن توفر الماء اللازم للشرب بدرجات متفاوتة وحسب درجة تنفيذ هذه المشاريع لكن مياه الزراعة مياه حجمها كبير 75% من المياه وهذا لا يتم إلا بإدخال تقنيات الرئي الحديثة نحن كمنظمات سؤالك ماذا فعلت الأمم التحدث والأخص منظمة الفاو قمنا ونقوم وسنقوم وما زلنا بدعم المجتمع الدولي بعادة إعمار معظم البنية التحتية لقطاع الرئي سواء من مضخات مضروبة إلى قنوات مهدمة إلى جسور إلى غيرها وفعلا في أمثلة كثيرة في شرق البلاد في غرب البلاد وفي جنوبها تقوم الفاو ونفذت وتقوم بتنفيذ هذه المشاريع كذلك إدخال تقنيات الرئي الحديثة الآن الأمم المتحدة مهتمة بشكل خاص في المحافظات الجنوبية ويوجد لدينا ما يسمى استراتيجية الجنوب وهذه استراتيجية لنا كمنظمة الفاو بتعاون مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي لنا مشروع كبير جدا جدا يستهدف المياه سواء شقية الشرب أو الزراعة ونطرح حلول قد تكون غريبة على العراق ومثلما تساءل تقريركم كيف يمكن لبلاد الرافدين أن تعاني من المياه قد يكون أيضا غريب ويبدأ التساؤل كيف يمكن لبلاد الرافدين أن تبدأ بتحلية المياه من المياه المالية طيب دكتور رزعبي في أقل من دقيقة هل هناك وعي كافي سواء لدى المزارعين أو لدى الناس العاديين بحجم هذه المشكلة باختصار له سمع لم يصل الوعي إلى الحجم المطلوب لأن الاستجابة لم تكن مرنة بالقدر الكافي وهذا ما حصل في الجنوب ما زالت أساليب الرأي تستخدم الرأي السيحي هذا الرأي الذي يستهدف كميات كثيرة من المياه ويحرم الآخرين منها سواء في المحافظات الشمانية أو الوسطى وبالتالي أنت ترى ما حصل في البصرة من أزمة حقيقية وكبيرة لموضوع المياه شرب وزراعة شكرا جزيلا لك الدكتور فاضل الزعبي سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق كان معنا مباشرة من عمان مفارقة غريبة أن يشكو سكان بلاد ما بين النهرين العطشة وندرة المياه هذا واقع ما يعيشه أغلب العراقيين في محافظات جنوب ووسط البلاد فيوما بعد آخر تتفاقم مشكلة شح المياه في هذا البلد نتيجة للانخفاض الحاد بمنسوب نهري دجلة والفراد والذي تسبب بجفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خاصة في وسط وجنوب العراق ومنطقة الأهوار وبحسب مختصين فأن العراق الذي يعتمد في مصادره المائية على أنهار تنبع من دول جوار لتأمين مياه الشرب وري المزرعات فقد خلال الفترة الماضية ما يقارب من 50% من كمية المياه الواردة من الجارتين إيران وتركيا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يخسر العراق حاليا حوالي 250 كم مربع من الأراضي الصالحة للزراع سنويا يقع معظمها في جنوب ووسط البلاد ونتيجة لذلك حذر البرنامج الأممي من زيادة نسبة التصحر في تلك المحافظات والذي جاء نتيجة لاستيلاء كل من تركيا وإيران على كميات ضخمة من مياه نهري دجلة والفرات بعد أن أقامت الدولتان العديد من السدود على هذين النهرين كما أكد البرنامج أنه في حال عدم قيام الحكومة بإجراءات جدرية لمعالجة النقص المائي في محافظات الجنوب فإن العديد من سكان تلك المحافظات سيضطرون إلى ترك مناطقهم والتوجه نحو محافظات أخرى مما يتسبب في أزمة نزوح جديدة في البلاد وفي تصريحات لصحيفة الانديمند توقعت وزارة البيئة العراقية نزوح أربعة ملايين شخص خلال السنوات الثماني القادمة في حال استمرار أزمة المياه في البلاد ووفقا لأرقام العمم المتحدة فقد اضطر نحو أربعة آلاف شخص من محافظات الجنوب إلى ترك منازلهم خلال الأيام الماضية والرحيل نحو أماكن أخرى نتيجة لشح المياه هذه الأزمة وبحسب مراقبين ستؤدي بدورها إلى ضغوط هائلة على المحافظات الأقل تأثرا بأزمة المياه مما سيساهم في أزمة اجتماعية تمهد إلى تغيير ديمغرافي في عدد من مناطق البلاد في حال لم تضع الحكومة العراقية حلولا عاجلة لهذه القضية